هو إيه سبب عدم تجديد نادي الزمالك لأشرف بن شارئي لحد دلوقتي وهل فعل هو قريب من نادي الآهلي وإيد الأندية العربية اللي بتفوضي اللاعب صدق أو لا تصدق مع الصحفة أحمد الجديد على الرغم من موافقة نادي الزمالك على المطالب المالية اللي طلبها أشرف بن شارئي للتجديد لنادي الزمالك إلى أنه حتى الآن لم يجدد لنادي الزمالك والسبب هو أن أشرف بن شارئي طالب يحط شرط جزائي ضعيف جدا هو خمسمائة ألف دولار في عقده مع نادي الزمالك ويقدر يفسق بيهم العقد في أي وقت يعني لو جدد لنادي الزمالك بكرة يقدر ما يجملش السنة اللي في عقده ويفسك عقده ويروح النادي اللي هو عاوزه هل نادي الآهلي بيفوض أشرف بن شارئي؟ الإجابة لأ رغم أن صفحات ومواقع مغربية أكدت أن أشرف بن شارئي اتعرض عن أهلي فترة سابقة ولكن الأهلي رفض ضمه بعد الجلسة اللي كانت بين الأهلي ووزير الشباب والرياضة لمنع فكرة خطف اللاعبين بين الناديين في الظل رحيل مجلس مرتضى منصور النادي المصر الوحيد اللي عاوز يخطف أشرف بن شارئي من نادي الزمالك هو نادي بيرامدز وأعلن ده صراحة يعني في حالة عدم تجديد أشرف بن شارئي لنادي الزمالك بعد الموسم اللي جاي ده نادي بيرامدز يخش في مفاوضات رسمية معاه ويحاول يضمه بأي تمن هو عاوزه بس مش بس نادي بيرامدز هو اللي بيهدد بقاء أشرف بن شارئي مع نادي الزمالك اللي بيهدد بقاءه كمان مع نادي الزمالك هو أندية عربية أشرف بن شارئي حاليا وقبل ما يعود لمعسكر التدريب في نادي الزمالك كان في الإمارات وجاله أكتر من عرض مغري من الدوري الإماراتي حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أعلن رفضه شروط بن شارئي للتجديد واللي منها شرط الجزائي وأعلن ترحيبه بالعرض المادي اللي طلبه بن شارئي ولكن مش هيوافق أبدا على فكرة وضع شرط جزائي ومكن اللاعب من الخروج من نادي في أي وقت وخاصة أنه بما متزاعلن صراحة أنه عايز يخطف اللاعب الاتجاه الغالب في موضوع أشرف بن شارقي أن نادي الزمالك هيطرق الموضوع لمجلس الإدارة القادم اللي هيتم انتخابه في نوفمبر المقبل عشان يحسم هو بنفسه التجديد لأشرف بن شارقي بعد فشل المجلس الحالي في الأصول إلى صيبة اتفاق مع اللاعب المغربي لو عجبك الموضوع ما تنساش تعمل فولو لايك وإكسبلور وقل لي تتمنى أشرف بن شارقي يلعب الزمالك ولا يروح نادي تاني تبني في الكومنتات